مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم مشاهدين الكرام في قناتكم كود زكريا لتعليم السياقة ومرحبا بكم في هذه السلسلة رقم 11 من امتحان نظر يخص السياقة سنف باء قبل ما نبدأو اشتركوا معنا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد واي اقتراح للقناة او اي مرحضة خلونا تعليق ديالكم نبدأو على بركاتي الله هاد العلمة كتاني ان المكان كيستعملوا الاطفال جواب واحد عما ما ممنوع على الي كيتمششو للجلي يوم جواب جوش عما خاص باللي كيتمششو للجلي يوم جواب تلاته الجواب سحيد في السؤال هو رقم 3 Verantwortung هاد السؤال هوادوس كيتسمى السهل الموم تاني حيث انك نعرف هاد العلمة كنقولو علمات ديال الخطر لكن فجواب رقم 3 كنلقوا مار خاص بلي كيتمششو للجلي يوم فه möchtenجهل اسئيلى بحال هاد اسئيل هادو اللي كيتسمى السهل الموم تاني نعطاه طريقة كيف تخدمه دائما حيد ذاك الشي اللي كتفهمو انت وعد حل ذاك الشي اللي يبقى لك واخر إلا كنت انت أصلا حافظ العلامة وشايفهم كاملين إلا مشيت السؤال رقم الواحد الماكن كيستعملو الأطفال احنا كنا عارفوا الماكن كيستعملو الأطفال عدنا متلات وكيكونوا واحد شرف واحد صغير عندك الكنينة هذه الأطفال هادا كنا عارفوها يعني مو السابعة دهنية مامار ممنوع للي كتبشر لرجلهم احنا كنا عارفوها هي ندورها وفاسط منها رجل هادي كتسمها منوع لعلى الراجلين يعني مامار ممنوع للي كتبشر على الرجلهم اشي بقالية بقالية هذاك رقم ثلاثة الي جنا نحل hacen هذاك احلالوا رقم ثلاثة شنا هو هاذ العلامة من كتشوفه يكتسمها كخطر مروا الراجلين لكن عندهم مامار يعني مبعد خمسين مترا في داخل المدينة خمسين مترا من بعض خمسين مترا خلقوا مامار راجلين الي deepen غير خارج الخارج المدينة نبعد مائة وخمسين مترا غلقوا المامار الراجلين هنا لم أضع 50 متر يعني هناك مشكلة في الصورة في الأصل، هذه العلامة لم يكن تحط ديال هذا المكان يستعملوه الرجينين هذا الممر ضد الرجينين يتحط على بعض 50 متر يعني كي تعتبر خطر دائما يكون يمشي بلاسة قريبة بشي مون عاراج يعني كي يبينون لك النوراكين حيث كي تعتبر خطر ولكن ممر الرجينين في مون عاراج لكن ميكي بغوي بينون أن عند العلامة كي ينهدك الممر الرجينين ما كيتحط شهاد العلامة كيتحط العلامة اللي هي مثل مربعة مربعة زرق وفوص منه مثلات وفوص منه راجل بحال هكا هنا كنا نفهم باللي من عند العلامة غلقه وممر الرجينين داكشي باش كنا نجواب صحيحنا ورقم ثلاثة ممر خاص باللي كيتمشيه ولرج اليوم باش ندوز على اليسر ندوز أنا الأول نعم جواب واحد لا جواب جوج جواب صحيفة السؤال ورقم واحد حنا نقدم ملتقى الطرق على شكل زائد ما في هلا علامات ما فيه لا إشارة ضغئية ما فيه لا للرجل دي ك tre الجسر الحر لان عطار أسبقة تعدني القائدة حافتنا منحتي من كي hemos عدم تشويك طرق وكان عطار أسبقية ندوز للأساة مزيدة هذه القاعدة العامة ولكن أنا لا مريدوز على اليسر الممكن ق типа أس all staan بكن نخذ القاعدة العامة الإلي هيا اليمين ضائما اللي قبالتي دائما قد تخذ القاعدة العامة وقد تضيد اللي قبالتك ف Behavior le Ski رائعة العربة الكحلافين جاتس جاتس لا يدك لياسر ما غيرتاش أسباقية مزين يعني بدك شي باش قللك باش ندوز على الياسر ندوز أنا اللي قلنا نعم أجي نشوفوه عنده هيايا يلا ركب تفطر في العربة الكحلاف اللي من ديالها أيكون خاول عمر أيكون عمر بيمن بيا أنا يعني بدك شي باش حول تشوف بنات الزاوية بنات الزاوية باش يبانوا في بعض الأسئلة يبانوا لك سهلين لك شي باش كالجواب صحيح هو رقم واحد كنصولك بسرعة ربعية كلا ما طالف الساعة نواجب علينا نقص من السرعة نعم جواب واحد لا جواب جوج جواب صحيح هذا السؤال هو رقم جوج بالنسبة لعلى مشكلة تحديد السرعة ربعين يعني من تفوتش غير ربعين من ربعين اللي تحتمشي لها بالنسبة لبينك وبيل العربة اللي قدامك مسافة الأمان كافية لأيش لأنها ربعة وستة واربعة وعشرين واربعة وعشرين مترو عدنا هنا حنك نعرف ان بين شجر وشجر كنا 10 مترو رقين دي في اي شجر كينشي ثلاثة شجرات تم رقين عشرين مترو عدنثال باقي واحد يعني كينشي تفوق ثلاثين مترو اللي بينه وبين هذه العربة اللي قدامنا هنا لنأخذ بعيد الإعتبار العلامة وغل نأخذ بعيد الإعتبار المسافة الامان لبينه وبين العربة اللي قدامنا قد كشي باش قال لكم الواجب نقص من السرعة قلنا لا لاش لأنه كنا المسافة هالامان كافية لو افترضنا أن هاد العربة اللي قدامنا قريبة بزاف وقال لكم من الواجب اللي ينقصوا صرع رفعت حلاغات من قسم الصرع ولو عندك البلاكة دي الربعين ما غيرت ايه ما غيرتش الربعين لكن را عدنا مسافة الامال اللي بينو بالعربة اللي قدامنا هنا جاوبنا بلا علاش لأنه تم مسافة الامال اللي بينو بالعربة اللي قدامي كافية تكشباش كلا جاوب صحيح هو رقم جوش في جنب الرسيف دي الليمن يمكن لي أنوقف لبعض الوقت باش نسمح للركاب ينزلو نعم جواب واحد لا جواب جوج جواب صحيفة السؤال هو رقم جوج هاد المكان صالح للتوقف بالنسبة للحافلات النقل الحضاري بالنسبة لأيه اللي حافلات موليك يتوقفونها انتا عندك عربة من سنفباء منوع لك توقف نعم منوع الوقوف والتوقف في هاد المكان بالنسبة للمترشح اللي كدوزو البرميدال انه الحافلة اللي كدوزو على الحافلة فهاد الماكان اللي اعطوك هذا السؤال هذا غتجوب نعم لننتغ ممكن انك توقف باش تنزل الركاب لي معاك لكن العربة الاصناف الاخرى ممنوع لها بما فيها بما فيها السنفباء انه ممنوع انه يتوقف انه لا يوقف لا يتوقف نتجاوز جواب واحد نتسنى باش نتجاوز جواب جوج جوز عفل السؤال هو رقم جوج كالخط متعصل ما غا نتجاوز انه غا نتسنى من بعد هاد العلامة غا ديم كلي ينصوك بسرعة خمسين كلمة طرف ساعة جواب واحد ستين كلمة طرف ساعة جواب جوج سبين كلمة طرف ساعة جواب ثلاثة جواب صحيفة السؤال ورقم واحد جوج لعلماش كتقول تحديد سرعة ستين يعني انت متع ده ستين ممكن تبشي بستين لتحت دكشي باش جوابنا برقم ستين اللي هو رقم جوج والخمسين اللي هو رقم واحد كون حطونا الربعين غا نجاوب عليها فوق منا ملا يمكن لي انصوك وانا شاعل ضواوة الوضعية جواب واحد تقابل جواب جوج طريق جواب ثلاثة جواب صحيفة السؤال هو رقم جوج سنذكر بالقواعد هاد اضواء هكذا ستكون لك تحفظوا القواعد مرة مرة لكن ده ضروري يدير واحد مذكرة قدامك وشجل هاد المعلومات باش تحفظهم من بعد سنبدأ اضواء الوضع اضواء الوضع هاد اشنا هم اضواء الوضع ارا كيضوغي على نفسهم يعني انت بكتشل اضواء الوضع في العربة ديالك ارا ما عنه مش واحد لبعد حيث بزاف اللي كيسوون الى اضواء الوضع حشان كيضوغي ارا كيضوغي على نفسه كيضوغي على نفسه يعني يباش يشوفوك الناس انترى ما غاتشوفوه له في الطريق مزينا وقتاش كنخدم هاد الضواء الوضع كنخدموه الى توفروا لي ثلاث شهورت دقة واحدة اشنا هما الى كنت داخل المدينة بالليل اي نرى تشارع مشعولة الى توفروا لك ثلاث شهورت خدم الضواء الوضع يعني بالليل اي نرى تشارع مشعولة وداخل المدينة الى شي شرط نقص او زاد لما غاتش انترى بحاجة لي ثلاث شهورت سواكي اتنسه هذه الحالة الواحدة التي تشارع فيها هو سهل اندخلو ادواء التقابل ادواء التقابل وقتاش اضوي بعيدا كدوي على أبع ثلاثين متر ادواء التقابل يضوي على أبع ثلاثين متر وقتاش كنستعملهم كنستعملهم الى كنت انا لاتوفروا لي تشارع شهورت اي ناما داخل المدينة بالليل اي نرى تشارع مشعولة إذا أردت رأسك أنك داخل المدينة وبالليل إن رأيت من المشكلة، سيحصل على دوت تقابل ما كاللاحظ هذا؟ كاللاحظ، أنا تلحية داخل المدينة وبالليل وإينا رأيت شاي بشكلة، ما يمكن أن يخدم دوت تقابل وممكن أن تخذهم دول وضع، حيث ذكرت هذه الحالة. ذكرتها في دول وضع أو دول تقابل، جيدة هذه القضية وإخوة، نرى وجود دول تقابل من غير هذه الحلقة، كيف سأخدمك؟ كنخدموه الى كانت الاجواء صعيبة بحالك كانت شتا كانت ضبابة كانت تلج كانت لجاج هذا ربعاد الاجواء كاملين ان في ميك يكون لجو ماشي وادك ما كيبال لك غضو التقابل الوضع والطريقة ما هكي يخدمش في هذه الاجواء صعيبة يعني لك لقيش الشتا والضبابة والتلج والعجاج شنو غاتتخدم؟ غاتتخدم اضواء التقابل بوحدة مزين كيدي لك اضواء التقابل وقتش كنخدموه ان الخدوم هو الشتاعد�대ك انت داخل نافق داخل نافق نافق غير م глаза أي شكي يكون لك خارج المدينة أو داخل المدينة أو دي الشعلى أو طعفي وليص قالوه لك تتخدم غير الضو التقابل داخل نافق هو الغار لا يمكن انك تخدم شي من غير الضو التقابل مزيينة و انتخدم الشتاعد witness هل نن performического تقابل مع ان الاني حتى نخدمه اليانا كنت obtقابل انا وشي واحد كيفاش انا غادية وعربة جاي قدامي نخدم لها الضوء التقابل هو رسميته اضواء التقابل اسم علامة مسمرة كذلك انا اللي كنت تابع شي عربة كنت عربة قدامي غادية وانا تابعه يعني انا تابع واحد العربة شنو كنت تتخدم اتخدم الضوء التقابل واخي غدت سووني الى الجوج هدو وانا شرحه لك مع الضوء للطريق ده بس لنا من الضوء التقابل قلنا الضوء التقابل قلش نخدمه وحاولت تشجلوا هذه المعلومات كاملة يعني اه توفروك ثلاث شرح في دقة واحدة داخل المدينة وبالليل انرات الشارعة مش عولة كذلك نخدمه في شتاء في الضبابة في التلج في الغجاج كذلك نخدمه داخل النافق كذلك نخدمه الى كنت اتقابل مع شي عربة او اناني غدن تبع شي عربة مزيين ندوزل اضواء الطريق اضواء الطريق كيدووا على بود مئة متر مزيين قلنا الوضع كيدوى لنفسه ده تقابل كيدو على بود ثلاثين اضواء ديال الطريق يضوه على بعد 100 مدروم ووقتاش كنستعملو كنستعملو في حالة واحدة يلا تلفروا لي واحد الشروط اشنا همه يلا لقيتين يا راتك انت خارج المدينة وبالليل اين ارات الشارع مطفية وانت بوحدك غادي في الطريق ما قدامك حد ما بغيت تقابل معك حد انت بوحدك يلا تلفروا لك هات الشروط هادو بربعة ادي الحالة الوحيدة اللي تقدر الخدم في هذا الدو ديال الطريق نعود تكون انت خارج المدينة والاين ارات الشارع مطفية وبالليل وانت بوحدك في الطريق ما كان ينتشي واحد قدامك وما غا تتقابل مع تشي واحد مزين دبا نفترضو هاد الشروط تلفروا لك كاملين وخدمت الضوء الطريق وبقيت غادي في الطريق واحد شوية بنت لك واحد العربة جاي قدامك اشنو غا تديرها تساعة غا تحييت الضوء الطريق وغا تخدم الضوء التقابل اللي ذكرنا في القاعدة ديال اضواء التقابل نفترضو انك تفرط لك هاد الشروط كاملين باش تخدم الضوء الطريق وبقيت غادي كتجري في سرعة ديالك لقيت راسك وصلت الوحد العربة واللي تنتم من موراها فهذا الحال شنو غا تدير غا تطر على انك تحييت الضوء ديال الطريق وتخدم الضوء التقابل حيث اشي ذكرناه في القاعدة ديال اضواء التقابل كذلك الي كنتي غادي بوحدك في الطريق واحد شوية جات واحد العربة من موراك وضوبلاتك وجات قدامك فهذا الحال شنو غا تدير عتشيي الضوء ديال الطريق وتخدم الضوء التقابل لانها ولش انتخ خلف العربة غاديك دامك وهذي ذكرناها في قاعدة ديال الطريق و اخرى اضواء ضبابات القدام مفهم م فيهم الغواب kitsk والضبابة والعجاج بثلاثة بحل بحل شنو غا تخدم؟ أتخدم الضوء التقابل لكن غا تزيد عليه الضوء الضبابة القدام و ديال الخلف مفهمي؟ دابا غا ندوز لجومي كتكون ششتا ششتا شنو كنخدمه؟ كنخدمه أضواء التقابل مزين لكن شنو غا نزيد عليه؟ غا نزيد عليه أضواء الضبابة ديال القدام بوحدة ديال الخلف ما غا نديروش دك شباش كالجواب صحنا ورقم جوش نسمح لسيارة الزرقاء تدوز نعم جواب واحد لا جواب جوش جواب صحيفة السؤال هو رقم واحد هل عدنا قيف؟ ضروري أن نسمح لسيارة الزرقاء يدوز إني قيف؟ نعطوها أسبقية لليمين والياسر و ضروري أننا نوقفه من هذه الإشارة تكون الصرعة ديالي المحدودة في 60 كم ترسعة نعم جواب واحد لا جواب جوش جواب صحيفة السؤال هو رقم جوش بالنسبة على ما تقول تحديد الصرعة 60 بالنسبة للعربات اللي كانت تعدى في الوزن ديالها خمسة طون أونس أنا كان دي لكن نسوق صنف أباء ما كانت تعدىش ثلاثة طون أونس يعني ثلاثة طون أونس لتحت العلامة ما كانت تعنينيش يعني أنا السرعة محدودة عندي في 60 ما محدودة هدك شي باش جواب رقم جوش بالنسبة للناس دي اللي كنوزوا الوزن التاقيل رمي كن هدروع الوزن ما كان نقوش نقولوا لا هذا شحينة وهذا آآآ دا حافلة لا مكن هدروع الوزن رمي كن هدروه بسفة عامة كان قوله ما+, ما قلتش BaNatのقل reciterée هنا في protected بالنسبة للحالة ما قلش آربت ناقلة thực ات قلت العربات اللي كتعدى في الوزن دياله خمسة طون أونس إلا عندك حافلة كتعدى في الوزن دياله خمسة طون أونس رهدل على ما كتعنيك عندك شاحينة كبيرة أو شاحينة صغيرة اللي عندك را كتعنيك بالنسبة للسنف باء انه في الاصل ماكي تحدش تلاتة تنوص داك شي باش قولنا اه قليك سواعات ياري بحده في السنكرا بتفسع قولنا له حزام السلامة كي حميني باش ما تطرماش للقدام يلا وقع استخدام نعم جواب واحد لا جواب جوج جواب صحيفة السؤال هو رقم واحد هذا الشيء طبيعي ان حزام السلامة لقدره لوقعت واحد الاستخدام ما كي يحميك الا انك ما ش ما تطرماش للقدام من الاسؤال دا بسيط بزاف